يا مساء الخير والحب والسعادة على كل اللي بيشوفونا وبيتابعوا برنامجنا يحكى أن على شاشة القناة الأولى زي ما احنا متعودين بنتكلم مع بعض كل أسبوع في موضوع بيهمني ويهمك ويهم كل الناس اللي بتفرج علينا موضوعنا النهاردة بقى موضوع مهم كالعادة ايه الموضوع يا إيمان النهاردة؟ موضوعنا عن الحدود أيوة limit يقولك في كلام اليومين دون يقولك space بتاعتي حدودي في حاجات كده معينة دي بنسميها الحدود إزاي أحافظ طول الوقت على مساحة الشخصية إزاي ما سمحش لأي شخص مهما كان قربه مني أنه يخترق الحدود دي ويدايقني بأي شكل وممكن المدايقة دي تبقى على شكل سؤال مثلا فيه سؤال يتسئل لي أنا مش حابة جاوب عليه مش حابة جاوب عليه سؤال محرج بالنسبة لي سؤالي خليني ممكن مثلا أنا لازم أحكي عن شخصية حد من عيلتي لازم أحكي على أصرار حد من عيلتي أب أو أم أو أخة أو عم أو عم مش حابة أسأل السؤال دي أنا بحسه إن اختراق لخصوصياتي ممكن الشخص اللي بيسأل السؤال ده ممكن يبقى من أقرب الناس ممكن يبقى جوزي مش من حقه يسألني السؤال ده لأن أنا لو سألني السؤال ده هتطر كده أخوت في حاجات تحرجني فلا أنا بحس إن هو كاب يخترق حدودي مهما كان دور الشخص ده في حياتك أوعى تسمح له إن يكسر حاجز الحدود ده على فكرة في ناس كتير قوي مش فهمة وفي بنات كتير قوي مش عارفة ومش مدركة إن لازم يكون في حدود ما بينها وما بين مثلا صحبتها صحبتها الأنتيم دي صحبتي دي صحبة عمري دي طوله أمرها بتحبني دي طوله أمرها بتفضل أي حاجة على نفسها إلا إن أنا تشوفني مبسوطة ماشي أنا معاكي إن هي صحبتك وصحبة عمرك بس إنت لو كسرت الحدود وحكيت لها حاجات ماينفعش هي تعرفها أسرارك أسرار أسرار أسرارك في حاجات كده صندوق كده ده بتاعي أنا الصندوق اللي سود ده بتاعي أنا ليه؟ لأن أنت مجرد ما تحكي هي عرفت أول مشكلة تحصل فيش حد ما بيحصلش بينه وبينه مشاكل أول مشكلة هتلاقي نفس الكتاب مفتوح قدام أي حد لأن أسرارك دي خرجت للناس كلها وساعتها يتضطري حاجتين يتتنزلي عن موقفك وحتى لو أنت اللي معاك الحق يتسامحي غصبا عنك لأن هي تعرف عنك حاجات لو راحت قليتها هيبقى شكلك وحش قدام ناس كتير قوي فلازم تسامحي إجباري طيب وانا ليه؟ أتنازل إجباري وسامح إجباري وكسر إجباري عشان أنا قلت حاجة من خصوصياتي ما يفعش حد يعرفها موضوع الحدود ده موضوع كبير قوي وليه زوايا كتير هنتكلم فيها النهاردة وهنتكلم كمان عن الحدود اللي ممكن حتى تبقى جوة العلاقات العطفية لأن العلاقات العطفية حدث ولا حرج في اختراق الحدود والمشاكل اللي بتحصل مشاكل كتير جدا بتحصل وطلق بيحصل بسبب أن أنا خليت الشخص ده يتعدى حدوده أو أنا كمان كست ليه لا؟ يعني أنا كمان كست ممكن أكون كسرت وتعديت حدودي مع شريك حياتي وده اللي عملي مشاكل وده يمكن سبب طلقي أو سبب انفصالي أو سبب أن أنا عايشة في حياة غير مستقرة شريك الحياة يا إيمان؟ يعني حتى شريك حياتي جوزي مثلا برضو يبقى في حدود؟ آه آه يا ستي بس هقولك إيه الحدود؟ يعني إيه الحدود المشروعة؟ يعني مش بنتكلم كلام عن فاضي وخلاص هقولك الحدود الصح يعني مش هنتكلم في أي كلام مثلا يعني فيه ناس تيجي تسألنا جات لنا أسئلة كتير قبل كده هو أنا ينفع يبقى في حدود ما بيني وما بين جوزي لو جيس ألني مثلا على أسئلة تخص أهلي تخص إخواتي أو مثلا أسئلة تخص زمتي المالية يعني فلوسي مرتبي أهلي هل ينفع؟ دي تعتبر جوه الحدود ولا برا الحدود؟ ده برضو هنقوله النهاردة في الحلقة وهنتكلم عن كل ما يخص حدودي الشخصية وكمان حدود الشخص اللي قدامي لأنه هو كمان اللي حق عليه وهو كمان حياته هو حر فيها النهاردة بقى حلقة مع نجم السوشيال ميديا وصانع المحتوى واللايف كوتش زيد نزال اللي هيكون مشرفنا بعد ثواني في الستوديو فاصل مشاهدينا ونرجع مع بعض على طول زيد نزال شاب زي شباب كتير انجذب لتطبيق التاك توك وشدوا عالم الفيديوهات لكن مش علشان تضيع الوقت أو مجرد الهزار بس يجي يسألوك عني يعني تتجاوبهم وتقولهم أنه أنا اللي خيابت ضمنه بطريقة خليته يكش مني حج مو علي حج جليج اختار أنه يكون كلمة حلوة تطبطب على أي شخص في عزة أزمة وده كان سر شهرته رغم أنه لسه في العشينيات من عمره ودرس الصحافة والإعلام لكنه فهم أن عالم العلاقات الإنسانية محير وكبير من هنا بدأ في نشر فيديوهاته على التك توك اللي بيتكلم فيها عن دنيا العلاقات الإنسانية وإزاي نتعامل مع بعض ووجه فيديوهات للمرأة تحديداً علشان يدعمها ويعترف بدورها أحياناً في ناس بيجوا عليك حياتك بيعلموك كيف تعرف جيمة نفسك منيها اكتشف زيد موهبته وعرف يوظفها وفهم الطريق اللي يقدر به يوصل لقلوب الناس بمعلومة مفيدة وكلمة طيبة أهلاً بكم معنا مشاهدينا مرة تانية وندخل بقى في حلقتنا ونرحب بضيفي اللي موجود معنا في مصر وإحنا انتهزنا فرصة إنه موجود في مصر وفي القاهرة وأول وجود لي معنا في ماس بيرو في القناة الأولى ضيفي الأستاذ زيد نزال أنا بحفظ بها بقلي نص ساعة الحمد لله زيك زيد والله الحمد لله منور ماس بيرو أول مرة في القناة الأولى أهلاً بيك معنا وإن شاء الله نعمل حلقة بقى تكسر الدنيا إن شاء الله كعادتك يعني زيد احنا كمل الفيديوهات اللي بنتفرج عليها على السوشال ميديا سواء على الانستجرام فيسبوك تيك توك في كل وسائل السوشال ميديا ليك محتوى بياخد الواحد يعني لما أجد فرج على الفيديو وبتتكلم في كل موضوعات الحياة في الحب في الخيانة في وجع القلب في الأسوة في الحنية بعض أركز أقول هل هو خط كل التجارب دي لأن الفيديوهات كلها فيها فيها لمسة كده تحس إن انت خطت الحاجات دي كلها في حياة كلمنا الأول قبل بنتخل في موضوع الحلقة يعني إيه اللي خلاك تحس إن الناس محتاجة محتاجة الناس تاخد وتدي معاها كده حس أول إشي الموضوع هذا إيجا معاي صدفة لإني أنا كنت عم بواجه شغلي بيني وبين حالي فزي صفت إنه زي تحدي بيني وبين حالي إن أنا أواجه الإشي هذا جدام الناس أول فيديو لإيلي كان عبارة عن موضوع الاكتئاب أيوة قال لك ده مكتئب قال لك ده الولد ده مكتئب يا جماعة حد يلحقه ما له حزين كده ليه لا أنا كنت مفكر إنه الإكتئاب إشي عيب بالنسبة لي لي عيب إنه أطلعوا قدام الناس وهيك يعني أنت كنت أصلا مكتئب أه فتلاهت بنفس الحالة يعني عليك في يومها حبيت إن أنا أواجه هذا العيب بيني وبين حالي بس قدام الناس بس قدام الناس أه وما تكسفتش عشان شوية يكون فيه تصالح مع النفس لما شفت إنه العيب هذا اللي أنا كنت مفكره عيب موجود عند كل الناس صار عندي تصالح بالنفس وجهت نظر برضو صحيح لأنه لا أحد محب ينضر لحاله لو كان معي شلت ناس أه بأه موافق صح يعني في ناس زي في ناس مكتئبة زي فأنا مش لوحدة يعني كيف هون بترتاح نفسيتك كلية ومن هون بلش ولقيت بقى إيه أول فيديو نزلته عن الإكتئاب وإنت كنت قردي مكتئف فكنت زعلان لكن لقيت بقى رد فعلي الناس إيه في الوطن العربي كله مش بالوطن العربي كله بس جاب جاب يعني مشاهدات منيحة بأول فيديو من أول فيديو جاب مشاهدات أه وبعدها كملت بعدها كملت طيب زيدي إحنا النهاردة بقى يعني هنستفيد من خبرتك كمان حتى في المحتوى اللي أنت بتقدمه وبما إنك شاب وعيش نفس التجارب يعني عرف تعكس لنا واقع الشباب لأن دايماً يقول لك أنت بتدفع عن الستات قوي وجاي عن رجالة فأنا النهاردة يعني معينا كنت ليك فيديوهات كتير كتير بتدفع برضو عن الستات مش كله ضد الرجال النهاردة بنتكلم عن الحدود إن إحنا لازم يبقى بيني وبين أي حد حتى لو قريب مني لازم يبقى فيه حدود بس إحنا إحنا كعرب كمصريين ساعات بنفهم الحدود دي غلط يقول لك إيه دخدها كده إيه سلوانة في حلوانة بيقولوا هنا يعني بنلغبط كل حاجة على بعض يعني أنا خطيبتك فأنا بستحلل نفسي أنا هو كابنت بقولها لك إن أنا أمسك تليفونك وإن أنا لو جات لك رسالة أقول لك وريني مين باعت لك طب وإنت ليه عمل التليفون سايلنت طب وإنت بقالك 3-4 ساعات ما كلمتنيش يعني أنا حياتك دي بتبقى بالنسبة لي مفوض دي خلاص دي بتاعتي حسا الفكرة بالنسبة لي هيك موضوع أنا بالنسبة لي لي شغلة التليفون وما التليفون أمسك تليفونك ويمسك تليفوني يعني هاي إلها أوقات إلها أوقات لما يكون الشخص عنده تصرفات أو عنده أشياء غريبة خطيبك عنده أشياء غريبة بحياته وفيه أشي غريب فيه علامات بيقول إن فيه حاجات غريبة حلو أنك تمسك التليفون سواء بنت أو شب مع أن الأنثى بشكل عام أكره ما عليها أن أحد يمسك تليفونها حتى لو كان زوجها صح دي حقيقة هناك أنثى في الكرة الأرضية كلها تحب أنها تطعي ممكن لا يكون هناك شيء على تليفونها بس خلاص ما بتحب صح لكن هناك شغلة أهم من الحدود هي مساحة أنا في إليه مساحة خاصة عطينية وما تتجوزها معي حتى لو أنك زوجي هناك احترام حتى لو كنت أول الناس اللي بحياتي هناك شيء اسمه مساحة لازم أن أعطيها مساحتها وأحترمها أن هذه مساحتها الخاصة حتى لو كانت مرتي مش بالضروري أحتل مساحتها خاصة كمان أي بس نحن نرى الرجل الشرقي عموماً اللي هو أول ما حد أول ما اتنين بيرتبطوا ببعض أول حاجة يعني ما فيش نزلغ لما تقوليلي يعني أول شرط في الارتباط ما تفتحيش باب البيت كده باب الشقة غلما تعرفيني ثاني حاجة لازم أنا استأذنه قبل منزل وقبل مطلع يعني ارتبطت خلاص ما دام ارتبطت يعني أنا خلاص دوقتي فيه ريليشنشف ما بيني وما بين حد دي تاني حاجة الشغل ما فيش حد من زمالك وصلك ويجيبك ومتعوديش مع رجالها فأنت يصحبك الأم يبقوا بنات أول ثاني يوم ما قالي أنا بحبك وبتحبيني شليلي كل الولاد اللي على الفيسبوك وكل الفرنز الولاد دول وكل بنات بس وما ينفعش تنزلي أي بوستات وحاجة كده هذه طبيعة تختلف من شخص لثاني هل تدخل في الحدود أو لا تدخل؟ لا بعيداً عن حدود بعيد هذه بعيدة عن الحدود لأنه بالنسبة لي لو كذلك أرتبط بإنساني طبيعي جداً ما رح أقبل بأي إنسان معها هذه الغيرة الطبيعية هذه الغيرة الطبيعية لأنه أنت تشاركيني بحياتك معي بأشخاص ثانين من نفس جنسي طب ما هي مش زابطة الآلية ولا دين ولا ولا عرق ولا أي ديانة ولا أي دولة في الدنيا أنا نصت على أن هذا الحكي صحيح طب كوي أنا ضد شغل أنا ضد فكرة أنه صاحبي صاحبي والبست لا 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 البست فرند يعني أي شخص تقوله مالك يا حبيبي ده البست فرند لا 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 أخرب العلاقات غير هذه الكلمة صح أنا كيف أنت كيف زابطة معك أنك تتحكي مع واحد ومع الثاني حتى لو كانت صفة الثاني غير عن الأول في عندي احترام للشخص اللي موجود في حياتي ما بيشوف غيره ما بيحكي مع غيره والناس اللي بحياتي حتى لو بدهت تزعل مني عادي تتزعل ما ليش دخل عادي يعني بدهت يزعلوا مني عشان ارتبطت وأخدت صايد معين بيني وبين الشخص اللي بيحبه هاد اشي عادي ويحترم بالعكس إنساني كانت معنا بالجروب الشلة وحملة حالها وطلعت بره الشلة ليش؟ ارتبطت أو اتزوجت إلها احترامها طب انت معايا يا زيد إن لما بنبتدي العلاقة زي ما انت بتقول بالضبط إن أنا بحط الحدود مش حدود يعني خلي بالك يا زيد أنا بحب ده أنا ما بحبش تعمل واحد اتنين ثلاثة عشان أنا جربت قبل كده وانفصلت بسبب الحتة دي الحتة دي ممكن تقتلني كإيمان لو انت عملتها يعني أنا بحاول بيقولك شخصيتي زي ما انت بتقول كده ساعات في رجالة بتاخد الحاجات دي وتبقى نقطة ضعفة أنا كست إنه يدوس عليها بعد كده لما يحب يدايقني فهل مفروض أقول ده في البداية؟ اه برضو انا دخلت أربع علاقات والأربع علاقات فيهم قلتهم نفس الكلام نفس الكلام واستعملوا نفس نقطة الضعف طب إيه؟ والعلاقة الخامسة رح أحكي نفس الاشي والساتسة والسابعة عادي لا تخلي عمرك في حياتك لا تخلي طبعك هو اللي يتغلب عليه أطباع الناس اللي قدامك ايو لأنا بقيت أقول للبنات لا تقوليش ده لا تقوليش ده لا تقوليش الحتة اللي بتوقعك بالعكس 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 انت بني آدم أول عاخر انا لما عيش معك رح تنكشف هذه النقاط لازم تنكشف لأن انا إذا انت مثلا بني آدم تحكي لي ممنوع تبات بره البيت وما حكي لي إياها بس انت من جواتك تتدايق من هذه النقاط وبيتت بيوم القيام وإحنا مع بعض ومنحب بعض أو مخطوبين وبيتت بره البيت رح أشوف ده يا جفة بالتالي رح أعرب إيش نقطة ضعفك فأول عا آخر رح تنكشف هاي مش نقطة ضعف هاي سياسة أنا بمشي فيها معاكي انت بتحترميها بتحترميها ما بدك تحترميها خلص الله معك بس الواقع هونت بتقول عيشتي كذا تجربة الواقع ان الناس بتستغلي الحاجات دي ورح أضلني زي هيك في الأول ما يجي الشخص يقدر إلا ما يجي الشخص يقدر الإشي اللي أنت بتحكيه مستحيل كل الناس سيئة لازم يجي الشخص يحترم آه لا خلص آآ إيمان ما بتحب هيك خلص ما بعملها مفيش مرة جات عليك يوم كده وقلت هو أنت يا زيد ما بتتعلمش هو أنت كل مرة في كل علاقة هتعيد نفس الغلطات تاني هو مفيش فايدة هو أنت إزاي بتكرر نفس الغلطات دي وبيعملوا فيك نفس العميل هل ما جاتش أيام تفكر كده تقول كل فترة بحكي هذا الكلام كل فترة؟ بس برجع زي ما أنا بداية حياتي واجهة صعوبة بأني أنا أتعامل مع الطيبة نعم تمام؟ كل ياتنا بيوم الأيام قاعدنا السجادة الصلاة وقاعدنا نحكي يا رب جسي قلبني يا رب جسي قلبني عمق لما كبرت صح اكتشفت أنه أنا مستحيل قلبي يكسى مستحيل قلبي يكسى لسبب معين الله خلق فيك إشي أنت ما إلك يد فيه بدك تحبه غصبا عنك وبدك تتقبل شو مكان لما تحبه رح يصير حطك بموقف صح رح تبطل الطيبة غباء فبالتالي أنا بوصل لمرحلة عادي شوفوها إيمان شافتها غباء الطيبة اللي عندي عادي ما ليش دخل ما ليش دخل بس في الأول كنا بنتدايق بنتدايق نظرتها وانا لي بعمل في نفسي كده عشان هيك اتصالحت محالي لجأتي أني أنا أتصالح محالي ما فيش حال غير أني أتصالح محالي عشان أقدر أساير الدنيا صح طيب السؤال دايما مشهور جدا ودايما بنتسئله إن أنا أول مرتبط إيه الصح وإيه الغلط عشان أبقى أنا ليه مساحتي وهو ليه مساحته والمساحات مدخلش على بعض هنرد على ده بس خليها ننزل شوف كاميرا يحكى أنه نزلت صوار التقرير كده سنشوف رأي الناس إيه في الحدود ما بينا وما بين بعض يلا بينا عادي ممكن أضحك ودخل موضوع في الزهر ومفيش أي مشكلة بس أوه على حسب بقى النزي بالنسبة لإيه أنتي وصل صاحبتي وإنكيش ده مثلا ندخلي في حاجات شخصية مثلا مع عائلتي وهي كذا بقى لازم يكون فيه حدود ما تبقاش كتابك شوف لكل اللي قدامك إنه هو بسهولة فيه حدود في التعاملات يتعلم تقول لا مثلا ده كلام برضو كبير يعني لو قلت لا في أوقات كده هتبعى حلوة يعني هتعمل حدود حلوة العلاقات مختلفة العلاقات الاجتماعية مختلفة يعني الصاحب غير الصديق غير الزوج أو الزوجة غير الزميل العمل مثلا كل حد ليه حدود معينة بحاول بشكل شيك كده اللي أنا أخرج من بره الموضوع ده بإجابة غير مباشرة يعني ده أكتر حاجة بحاول على قد ما أقدر ولو الإجابة مش هتبقى محرجة أو بالنسبالي بحاول على قد ما أقدر شوية اللي أنا يعني أجاوب بالإجابة أنا بالنسبالي يعني على سبيل نسال لو جيسا أني على مرتبة أو حياتي الشخصية أو حاجة شخصية عندي بحاول بشكل أو بآخر أقول إجابة غير مباشرة ما تبقاش واضحة قوي وفي نفس الوقت ما أقولش الإجابة واضحة هي على حسب شخصيتك يعني أنت لو عندك حدود مع الناس هيبقى الناس كلها عارفة حدودك فمش هيتعدوا الحدود دي والله هو السؤال اللي أصلا ما يسعنيش فيه لأن السؤال ده ده سؤال خاص بي أنا فما يسعنيش فيه هرد عليه أو لا؟ ممكن ما ردش أو أقول إنها برايفيسي يعني بس ما حدش ليه دعوة هي حاجة ممكن تبقى تخد سنة أنا بس مش عايز عارفها الحد في الأول بحط حدود في الأول بتعاملتي معاهم لما حط حدود في الأول هم مش هيتعدوا حدودهم لكن لما في الأول أصب لهم الدنيا هم يعني هيعدوا حدودهم برحتهم والله على حسب الأدامي يعني كل شخص بعمله على يعني خطبوا الناس على قدرة وقولين بس كده يعني على حسب الأدامي تصرفات الأدامي بتصرف معاه فيه ناس بتبقى فعلا أنا عارفة إنها ببتقصدش السؤال إنها إنها يكون مثلا محرج أو إنها قلبها علي في إنها بتسأل سؤال مثلا حتى لو يخص الشغل فدي برد عليها عادي بكل صراحة والله بعملهم بما يرضي الله وبعمل الخير وبنمي البحر يعني وبتمنى إن ربنا يعوضني سواء مش نفس الشخص من آخرين يعني رد فعلي عن مثلا حاجة هو بيسألني فيها أنا ممكن يبقى ردي مثلا صور مشوية أو مش عايز أقوله فهو خلاص هيعرف كده إن أنا ما يسألنيش فيه تاني مش أي حد ياخد عليك مش أي حد يروح يقوله ماشي يعلم ناسك شخصية يعني بس الموضوع بساً كوة شخصيتك بس وده اللي اعتمادوا عليه هو في حياتي العملية ببقى في شغلي بس يعني في البزنس بتاعي بس أو في شغلي بس لكن في الحياة الصداقة وكده كل صحابي يعرفين ببتكلمش في حياتي الشخصية خاضص يعني ممكنش معا حد في حياتي الشخصية النهائية بما أننا بنتكلم في الحلقة دي عن المساحة مساحتي ومساحته وأننا حياتي لازم يبقى فيها مساحات حتى من أقرب الناس ليه كم مرة سمعنا من الرجالة أصلا أنا مش واخد اللي سبيس بتاعتي كم خناقة بين كل راجل والست يقول لها أنا مش حاسس الدين اللي سبيس بتاعتي هتحرك فيها اللي سبيس دي اللي هي إيه ناخد بقى اللي سبيس الصح إزاي تديله اللي سبيس لأنه ممكن يكون بيضحك عليك يا حبيبة قلبي ممكن يكون عايز اللي سبيس تانية خالص يعني وطول الوقت يقول لك ديني اللي سبيس بتاعتي عزينا يعني إيه الرجل يا زيد كل شوية يقول لها أصل أنا عايز اللي سبيس بتاعتي حس بموضوع المساحة والمساحة الشخصية أن أنا لازم أحترم زوجتي في أنه لها مساحة معينة ولازم أحترم زوجي بأنه له مساحة معينة أنا أحياناً ممكن أكون راجع من الشغل رأسي مصدع ما مش طائج أحكي مع أحد مش طائج ولا إنسان ولا أحكي مع أحد عادي هذه مساحة ما بحب أعرض مشاكل على زوجتي لأنه اللي فيها مكفيها فبالتالي هنا تصفي مساحة للزلمة للرجل هاي إذا كانت فعلية مساحة مساحة يعني ضغوط من الحياة وليس ضغوط من طرف تاني بسلتك؟ لكي يكون كلامنا محددة ومعروف تكون مساحة حيائية يعني يعني أن الراجل متضايق من شغله ومن حاجة في العالم وتضغط حياة ليس من علاقة نسائية تانية يعني يعني فلما أوصل لهذه المرحلة أنا أحب أن زوجتي تعطيني مساحتي خلص تركيني بحالي تمام هذا يعني تركيني بحالي بدون ما تزعلي بدون ما شكله كرهني شكله بتزوج لا لا لأن أحيانا بتشط مع المرة كلام وأفكار وين لا لا خلينا هون أنا في إلي مساحة مثل أنت أحيانا الأنثى تحتاج مساحتها خاصة والأنثى تأتي عليها مزاجيات كثيرة أحيانا تحب أنها تقعد لحالها أحيانا فالرجل اللي عن جد يستطيع أن يحكم بيته صح يعطيها مساحتها أحيانا أحيانا تأتي صباح الخير تجدها فجرة فجرت في وجهك لماذا؟ ما فعلت؟ لا فعلت شيء خلص شغلة المود لنا نحن الناس وخصنا في الأيام الحالية لأنه أنا باليوم الحالي صرت أتغير بالمود تبعي فوق الستين مرة باليوم الواحد صح كنا عاملين حلقة عن كده ده تأثير اللي هو الصبحة بصاحب مزاج وبالليل بمزاج وده كان تأثيره أعلى حلل جسدية عادي أنا متمرج عليه أوجاتنا بديش أرد على التليفون هذا يعني أنا مش طائج الإنسان اللي برنيه بالعكس بس فيه إشي اسمه مساحة أنا بدايج إذا فيه إيمان بده هتحتل مساحتي غصبا عني فبتصير فرض يعني أنا طبيعي لو أنا في علاقة ممكن أقول للشخص المرتبطة به ده أنا مزاجي مش حلو دلوقتي فخلينا نتكلم بكرة ده ما يزعلش؟ ما بزعل بس بأوجات بس مش كل مرة آه بالزبط إذا كانت كل مرة عارف إنه فيه إشي غلط غير المساحة أنا بحكيلك إياها إذا كل مرة مساحتي 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 عارف إنه فيه إشي غلط فيه حاجة غلط هناك شيء غلط هنا سعيتها إليك الخيار كامل يا أما أنك تعطي المساحة للأبد أريد شيء إياك إلا أنت أو مساحتك يا أما أنه أريد أن أضغط عليه لأعرف ماذا فيه وهذه الأمور لا يوجد مزحة أنا مجرد ما أخذت قرار بانفصال ما أعطيته انفصال أخذت قرار بأنني أكمل بدأت تحمل أي شيء منه الناس لا يفهم هذه الصورة الناس لا يفهم هذه الصورة الناس فهم أنه أنا أحبك و أحبك يلا نرتبط و يلا نتزوج و يلا نخلف و خلص الفكات و هاي الحياة و ساعات بكمل و بشوف ستات بتكمل و هي متضايقة و هي حاسة بالأسه و المعاناة و بعدين تقولي أسه أنا قدامه و ما ببينش حاجة لكن بلاقيها جحيم و هي قاعدة بتحكي إذا أنا زوجتي اضطرت بيوم من الأيام تطلع لخارج بيتي و تحكي حمومها للي برا أنا مش جادر أمسك بيتي صح أبس نحن دي حالات كتير قوي مش قادر ليش يعني الثلاثة و ثلاثين بالمئة من العلاقات كلها تغلط نعم أنت بتحكي عن نسبة كثير كبيرة نعم نسبة كبيرة طبع لسبب معين أنه أنا ما بعرف كيف كيف أديق أدير أمور بيتي صح أحلى إشي البيت الأماني اللي بدوم لآخر العمر هو البيت اللي كان سره فيه و ضل فيه ما طلعه من أكبر أسباب فشل العلاقات هو آه يا رانيا آه أنا بحكي معاك وصار معاي واحد اتنين ثلاثة وهو واحد حكاري وراح خان وراح سوى ليش؟ مشاكل بينك وبين زوجك شو ما كانت شو ما وصلت حتى لأهلك ما تحكي ما هي دي بقى المشكلة هون كمان بتدخل بمرحلة الحدود بتدخل بحالة المساحة الخاصة بتدخل بكل شيء احنا كمان هنسأل على حتة دي هل البنت مفروض تحكي لمامتها؟ احنا عاملين نقول لها ما تحكيش لاصحابك ما تحكيش لأي حد برا هل الحدود دي توصل كمان إن ممكن أنا كأم أنصح بنتي أقول لها لا ما تحكي ليش حاجة في خطوبتك أو بعد ما تتجوز مش عايز أعرف حاجة خلينا بعد الفاصل لسه مكملين معاكم مشاهدينا ولسه معانا ضفنا العزيز في الستوديو صانع المحتوى واللايف كوتش زيت نزال زيك يا زيت يا أهلا محفظة الحمد لله وقفنا عند حتة الحدود أنت بتقول لي حتى ما ينفعش أحكي الأمي أصراري حتى وأنا متجوز بحالة معينة مش دائما أول إشي لو بدك تيجي نفكر بواقعي أكتر الأم عليها هم جبال مش نقصة هم ييجي زيادة وهم البنات خاص نص البنت لما تيجي تشكي مشكلة لأمها أمها بتقع طول الليل تفكر لتاني يوم ما بتنام بس عشان تفكر كيف تحل مشكلة بنتها لا وإحنا كمان كستات هذا لو بدنا نجي نفكر بيصالح الأم بيصالح البنت الرجل اللي بيحب إنه ما حدا مشاكله تطلع حتى لو حماته نحنا بنحكيها من وراء حتى لو من وراء أيوة يا ماما كبسطلوش إن أنا قلتلك أنت عارفة إنه أمك لح تتغير تعاملها معا أيوة أنا والله مرة من الحلقات فقعت قلت لهم إيه؟ إحنا كستات شاطرين جداً في عرض القضية صحيح وبزيادة وبنجود أنا بعترفه هو اعترفه زي بنجود يا زيد يعني مثلا جوزي بقى مدايقني شوية في حتة بس أنا عايزة دوس حليقة وعند ماما عشان تجيب لي حقي بزيادة فأفضل أجود أجود وبعد ما البلونة تتفرقع أقول لي يا ريتني ما قلت لها لها بقى بتكلمه والموضوع كبر وحب ممكن بيحصل طلاق بسبب قصة حكت فإحنا كبانات وستات بنحب نحكي أوفر بسراحة أوفر في الحكاية عادي يتعودي على إشيء اسمه صمت الصمت مستحيل تندمي عليها ولكن كلامك ستندمي عليها في يوم الأيام فتحت تمك ستندمي عليها في كثير أشياء أنا محضر مثلاً لإشيء معين لو ضليت أنا بأجيب سيارة جديدة لو ضليتني أحكي لفلان وفلان عمري بحيتي ما بأجيبها أيوة دحية وهذا واقع من نعيشه لذلك الأمر لا عادي إذا كنت مرحلة جداً مأساوية ألجأ إلى أمك أحكي لها خلاص ما بدك تفعلها؟ إذا كان الوضع عندك ببيتك أوفر لازم تدخل أهل أه دخلي أهلك لكن ليس فوراً تريني على صاحبتك أو على أمك هناك أيضاً احترام لخصوصية الناس حتى لو كانوا أهلك لديهم مشاكل ثانية لديهم أخوانك غير أنت لا يمكن أن تكون أنت الوحيدة صح هناك كثير هموم ثانية لماذا أزيد الحمل حملين عليهم؟ لمجرد مشكلة بسيطة ممكن أن تحل بقاعدة فنجان قهوة أنت وزوجك صح لا أعلم أن حقك علي خسرت غلط معك بهذه الشغلة وأنا أعتذر حقك تقبل الاعتدار مع حقك لا عادة يوجد الكرامة و يوجد حدود بعد الاعتدار أنت اعتذرتي على غلطك لا أسامحك هنا أبدأ موضوع الكرامة نحن نفكر الكرامة مربوطة في كلمة آسف لا أنت غلطتي جسرت بحقه حقه أنه يسمع اعتدار ليس ضروري كلمة الاعتدار تكون آسف ممكن تكون طبطبة ممكن تكون نظرة حلوة ممكن تكون كلمة حلوة كلمة حلوة كلمة أنا جنبك تعودني عن مليون كلمة آسف و سمعتها في حياتي يعني ستت ساعات عندما تزع الجوزة ستجدها رجع من شغل تجدها أكلة حلوة من غير ما يقول هو من عينيها يفهم أن تصبح أنا عملت لك أكلة حلوة و تجدها لطيفة و لبسة لبسة حلوة ده الوحده صلح فعشان ترتاحوا في حياتكم صح افصلوا كلمة آسف عن كلمة فكرة كرامة 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 موجودة بأي علاقة أنا ضد ما يقول أولاً، لم يكن يوجد كرامة بالحب و لم يكن يقولها غير الرجالة لا لا.. لأ، هناك الكثير من يقول أنا أجل دائماً كل راجل يقول لك ممكن أن háس ليس بني و بني مراتي كرامة و دائماً يقول لها عندما يكون دايس على كرامة منه فهو فلم يريد أن يكون بني مراتها سألوا أم كرثوم سألوها عندما غنت أغنية عن الحب سألوها عن الحب و عن الكرامة سألوها هل في الحب كرامة؟ صارت تحكي كلمة واحدة اللي ما عندهش كرامة ما يتحبش اللي ما عندهش عزة نفس ما يتحبش انت مسحل ترتبطي إنسان ما عنده كرامة ولا لا صح فبالتالي لازم الكرامة تكون موجودة والكرامة أصلا بتساعد على الوحدود بيني وبينك الكرامة بتساعد الكرامة بتخلي حتى شكل البني آدم فيه هيبة وفيه كده حلاوة لكن أنا في الأول كرامتي انت بتبقى معجب جدا بالكرامتي وعزة نفسي في البداية وأنا نفس الحكاية أكيد فيه نقاط فيك حلوة فابتديت أعجب بيك فابتديت نرتبط نتجوز نفس الحكاية فيها طب ليه بعد الارتباط أو بعد ما خلاص بقى نأخذ على بعض واعتدنا بعض ليه بعد كده ممكن أدوس على كرامتك عادي كلمة نعتد على بعض هاي هي لما تبدأ بالشيب علاقة أول العلاقة خلي كلمة نعتد على بعض تطول شوي تطول مش من أوليتها يعتد عليك يعني شوي أصبري فورا من أول يومين فورا نعتاد عليك وشافك في الأزرق والأخضر والأحمر والأسود وشافك وانت شعرك منكوش خلي فيه أشياء محفوظة خلي فيه أشكال لإليك محفوظة أنا كبنت ما بحب أرىك من أول الأشياء بكل شيء فيك بحب ستيب باي ستيب بحب أتعذب لما أوصل للإشياء اللي براسي الراجل يحب يعشق الأنثى اللي بتخلي هو وراها هو وراها أنا ما بحب البنت تكون وراي الراجل يحب البنت اللي بتعذبه مش بتعذبه إحنا هاي الكلمات اللي جابتنا لورا مش بتعذبه قالوا لك إيه قالوا لك الراجل ما يحبش غير البنت اللي تطلع عينه تعذبه يجري وراه كل إنسان له ثقافته وإله له لهجته بالكلام تمام تطلع عينه لا هاي بتضبطش ما تضبطش يعني ما بتضبط يعني عسب المثال معاي ما تضبطش طالع عينيك لحالك عادي يروحي روحي لحالك ما بتظبطش معي ليه مش دائما نقول لك رجل يحب يوني بس بحب الصعبة الصعبة بحب الصعبة فهمتي علي بس اللي بحب كمان البنت اللي بتلفتني لحالي ما بتلفت غيري هاي فكرة كمان لازم توصل للبنات ازاي البنت تبقى صعبة اديني كده فوينتس كده ان ازاي البنت تبقى صعبة لان البنات فعلا اليومين دول قصص السوشال ميديا خلت كل حاجة المفاهيم داخلة في بعض تقول لك ايه ممكن تبقى معا من الصبح البالليل يعني راحين مع بعض الجامعة رجل وخلصوا طلعوا وكلوا وخلصوا معافش عملوا اي افه هي بالنسبة لها ان هي كده بتتعايش معا بتعرفوا اكتر بس دي ما بتبقاش صعبة في الاخر بالعكس اول شيء ما تكوني متاحة ما تكوني متاحة 24 ساعة مش دائما متاحة انشغلي مع عمك انشغلي مع حدا مش ضروري اذا انسان يحبك خلص معاته ويجب يكون معاك 24 ساعة مش متطر كمان ايه شغله وهون كمان في احتنام المساحة شغلة ثانية مش على كل شيء تبكي تزعلي تنهاري خلي قيمة لزعلك شوية مو عكل شيء تزعلي اللي بنات بطبيعتهم يزعلوا اي شيء خلص نسمع الشخص اللي بحبوه لا اغلط خلي في جيمة للزعل تبعك يعني ما تزعلي عكل شيء بس يوم ما تزعلي يعرف يضل وراك بس لي صالح اه يعني خلي زعلك غالي ايه يعني مش على اي حاجة سمش يرى تزعلي مرنش علي اه بتقعد نهار كامل تبكي ليش غصبا عنه بدي يروح ايه وفي اشياء كثير بسيطة بتصير بتخلي مقدار او قدر البنت بعين الرجل مش ايه ما دير اللي عايزين نعرفها لسبب معين انه انت بني قدمي ما اعرفت كيف تسيطر على المشاعر انت وكفيها تطلع كل شوية شوية هسا لا يعني انه زيد اه انا سمعت زيد بحكي مع ايمان مختار انه لازم اسيطر على المشاعر معناتو تبطلي تعطيه حب ايه ما هو احنا ياطخو يأكسر مخو ايه ما فيش رمادي عادي ايه ما فيش يا اما انا ما اعطيهوش حب دهائيا وبخليه تسفلت التراب الارض وراي يا اما انه انا باموت عليه يا بامرميه على الارض كده فيه ادارة فيه ادارة انا بدي اعمل ادارة حلوة اوى الكلمة دي يا زيد انا عايز اعرف بقى الادارة النكحة لأي علاقة عاطفية مش دائما لازم احكي معاها خلينا انا مش 24 ساعة من السبعة الصبح للساعة 12 بالليل انا معاها لكل واحد لا غلط يبقى دي اول نقطة اللي هو ما تبقاش متاحة طول الوقت دي رقم واحد رقم اتنين احترام كوني محترميتو احترام حلو ومرتب تمام بس مش خفيف يعني تصير خفيفة اديني الفرق اديني الفرق انا انا بالشغل شوي وبرجعلك قوعك ترنيلو شوي وبرجعلك بدك تستنى ارجعلك ان شاء الله لورن عليك بعد 6000 سنة قوعك ترنيلو اسماعه انت شوي وبرجعلك انت قلت لي شوي ورح ارجعلك حد ما رجعتلي لا هذا غلط بيجعل الرجل يقفل يجعل الرجل يشعر انه قاعدة مستنيه كل ده لا احترام عنده بشغل هذا احترام احترام انه رجل موجود في حياتي ما ادخل ولا انسان في الدنيا حتى لو اضطريت انه على مستوى الكلام لان انا بعرف البنت لما هذا بتنعمي لو جبتي لها كل رجال الدنيا صح بتنعمي خلص بتشوفش غيره فيه ناس بتصبر على الخيانة فيه بنات بتصبر بتكون بخونها وطول انها وعارف انه بخونها وبعد ذلك بتحبه هذا نوع الوفاة اللي موجود بالحب بالانثة ايوة عشان هيك حكيت عن الانثة الخينة صح بدك تكون عندك كبرياء خفيف طب الراجل في الحتة دي بس هنعديها بسرعة الراجل لما بيبقى عارف انه هو بيخونها وعارف وبيعمل كل حاجة ومتأكد ان هي عارفة وعملة نفسها مش واخدة بالها او عارفة ومعدية هل الراجل بيحترم الست دي بيقدرها اصلا هو بيجي وعد يتكلم عليها بعد كده في اي عاد يقولك دي مفيش منها ده مهما عملت فيها ما بتعترج هو بيكون بيحبها هو بيكون انسان بيحبها والدليل انه ما بيقدر يتجاوزها او ينساها او هذا لانه كان بيمكنه مع اي بنت بخونها يرتبط مع اي بنت بخونها وخلصها تفكت ويترك اللي بقيته بس هاي الانساني بيكون هو بيحبها بس ما عندي صفة الاحترام ما بيحترمني انا مستحيل اكون مع انساني ما بتحترمني شو ما كانت لو كانت انساني لا تعوض ما في عنديك احترام ما في عنديك حب صح ما بدور على الاهتمام لانك تحكيت من جديد نزلت فيديو وعمرك ما تدوري على الاهتمام ما تنغرب الاهتمام انا كشاب اقدر ازيفلك الاهتمام بورجيك اني مهتم فيك 24 ساعة بس كل ما عاتوا فيك دوري على الاحترام الاحترام بك شوف اصل معدن دين ترباية مستحيل يكون فيك حلوة او الجملة دي انا بحترم موجود انثة في حياتي مستحيل اتطلعها بالتاني يعني حلوة ولو الواحد فكر فيها يعني دوري على الاحترام وما تدوريش على الاهتمام لان فعلا اللي يحترمني هيهتم بي قردي بس اهتمام محترم يعني اهتمام حقيقي مش فيك العلاقات اللي دامت بين زوجين اللي تسعين مئة سنة كان اساسها احترام ما كان حب صح لانه الاحترام مع الحب مع مرور الزمن وضلنا مع بعض مدة طويلة بكون العشرة اللي كل اياتنا مندور عليها العشرة اللي شوفناها بامي وابوي شوفناها بامك وابوكي شوفناها بكثير ناس دائما منشوفها في اهلينا عشرة صارت بينهم لانه كان فيه احترام وكان فيه حب ولو انه فيه كثير مشاكل كانت تصير بينهم بس بالتالي عرفوا يتجاوزوها مع بعض لانه فيه احترام انا ماسك حديدة وانتي ماسك حديدة من هذا الطرف وانا من هذا الطرف ولكن الحديدة متينة صح صح الحديدة هاي هو اللي احترام بني ايوك نحن نركح تاني لنجاح العلاقة نجاح العلاقة نجاح العلاقة انت بني اعظم يقولنا لازم يكون عندي كبرياء خفيف خفيف مش كبرياء انه انا لا احب بعض عادي ان نأخذ مني كبرياء بلا اجد احنا قلنا اهدو يعني اعملوا ايه المعادلة التركيبة بلا نسيكون معين مرتب بالنصف ايه انا انا عندي كبرياء خفيف في حدود تتخطاها معي بنساك 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 بخلي امني اتحياتك انك تشوفني لا ما احنا منحب بعض عادي ان اخذ مني كل بلا لا شغلتين اذا دخلوا بالعلاقة بتخرب العلاقة مهما كانت عمراني المصاري والاشي التاني اللي منعرفوا كل اياتنا شغلتين هادول اذا دخلوا بالعلاقة تحت مسمى الحب لا يعتبر حب تفشل العلاقة الفلوس والعلاقات المحرمة يعاني يعاني والشهاوات والنزوات محرمة تمام الشغلتين هادولا كفيلات انهم يهدوا كل العمار والعشر اللي بينك وبينه انه هو ياخد منك مصاري مش انت داخدي منه هو ياخد منك مصاري اصل الظروفي صعبة و انت بشايف ان حلاك كتير اوه في المجتمع مليون في التراك كتير اصل الظروفي صعبة الرجل 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 لم ينقذ لو مرقت يجب ان اق såعبة مستحيل ايدي لذي زوجتي وحبيبتي مستحيل لا انت مسؤول ليس أنا مسؤول ليس انا مسؤول دي خالص يا بنات، ما فيش نحط كده إكس كاملة كده إن الراجل ما يخدش منك فلوس. مروح لأخوي، فيه أخوي، فيه أبوي. وتلاقي بقى إيه، فيه تلاقي العياط والدموع. تقول لك إيه بعد ما ساعدته وديت له فلوسه ووقفت جنبه أول ما حدت خانها أو سابها، بتقول له طب ما أنا وقفت جنبك هوا أنت بتعيريني، أنت مش أصيلة على فكرة، أنت قللت الأصل. الله طب وهي بقى لها سنين بتساعدك. راح تيجي عليكي ناس بحياتك، يدخلوا أول إشي، خربوا الترتيب اللي جواتك وبعدها بيحملوا حالهم وضلوا مطلعين. يخربوا كل حاجة قوي؟ كل شيء. وظيفتهم هيك، مش بدخلوا أنت كنت بنيئة ما مرتاحة، بشغلك عندك، بتشتغلي، بتروحي كل يوم، وترجعي كل يوم عبيتك آمنة، مسريحة كل شيء. الناس هاي بتدخل لحياتك، بتدخل لقلبك، بتخرب كل إشي فيه، وبعدها بتحمل حالها وضلها طالعة. وهسا بعد هاي العلاقات، فيش كلمة ليش. تحكيش كلمة ليش، لانا ما راح تلاقي. خلص، الحمد للعاء كل إشي وبدك تكملي طريق حياتك. وإنتي بديك ترجعي ترتب نفسك. صح. كليات هاي أسس دنيا، وأسس كونية، لازم نمرق فيها كل إياتنا، أنا وإنتي، واللي بشوفنا، وكل الناس، كل الناس، ما فيش صغير وكبير، ما فيش واحد غني وواحد فقير. صح. ما في. كل إياتنا راح نمرق فيها، وإجباري أنت تمرق فيها، وأنا أمرق فيها، وأنا لو ما مرقت فيها، ما بقدر أجي أحكي عنها في هذا الموضوع. صح. ساعات بتبقى بإزاي ما بيسموها علاقات كرمية، وساعات فيه علاقات بتبقى درس للواحد درس، بيأخذ منها درس ويمشي. علاقات ما كانش إلهاي فايدة غير إنها خربتني. صح. يعني فيه علاقات بتخرب بس. بس ده درس برضو. درس بس هاي العلاقات كثير خطيرة لسبب إنه ممكن تخلي البنات يروحوا لنواحي كثير ثانية. صح. عشان بس يفش غل عن غضبهم. مهم. فممكن إنه تحكي مع ستة عشر واحد بس عشان تفش غلها. أنا ضد إنه البنة إذا بدها تقهر رجل كان بحياتها برجل ثاني. أنا آسف اسمحيلي في هذا غباء. ما بزبطش. ما بزبط. لأن لو تعرف إيش النظر اللي إحنا منطلع عليك فيها، مستحيل ترجعي تأيدي هذه الحركة. يعني الراجل لو شاف خطبته. أنا كرجل بنجهر إذا البنت شافت حياتها. بتتقهر. يعني بعد ما تسيبه بعض. لو البنت راح تشافت حياتها أنت بتتقهر. شافت حياتها كيف بانتظام. خلص. أنا حبيتك وما صارش أصيب. خلص. بمشي في حياتي طبيعا. ولو راح ارتبطت بواحد ثاني عشان تغيزك وتضايقتك. هادئة هنا بصير طفولة. هنا بصير مراهقة. خلص. مراهقة. هنا ما بتطلع عليها أصلا كليا. ما بتطلعها. مش تحيلة تطلعها. زي دلوقتي جري معك بسرعة جدا. ولازم أنهي الحلقة. بس قلنا إيه في نهاية الحلقة. إحنا ليس هايبة. إن شاء الله لدينا حلقات كثيرة. لكل ما تنزل مصر إن شاء الله تنورنا بقى برنامجنا. بالنسبة للرجل ولا للست. اللي أنت عايزه. لأ ما عشان عشان أعرف. طيب ما عشان لتنين. اه لتنين. اعرفوا جيمة العمر منيح. العمر قولي جيمة حلوة. ما ضيقوها بالمشاكل وبالنكد. عيشوا جيمة العمر صح. يعني عيشوها بتفاصيلها. بكفي نكد أنت علي مين هاي ومين عميلتلك لايك ومين العام الفوله. عيش حياتك معها ببساطة. مش ضرورة تعقدوا الأمور أكثر. لأن الدنيا كلها بعضها هي معقديتها علينا الدنيا. ونحن نعقدها كمان بزيادة مش مستاهلة. ودي أحلى قمرة نختم بيها. وبدأ أحكي شغلي ثاني. الإشي اللي بقلبك طلعه وما يهمك كلام الناس شو ما يكون. وتذكر دائما الآية القرآنية اللي بتحكي ولا يحزنك قولهم. كمل وعمل اللي بدك إياه. دام إنه تحت الإشي المشروع لإلك في الدنيا اعمل. لأن فرصتك هي معاك اليوم بس ما بتعرف فرصتك رميل راح تبوح بكرة. صح. بشكرك يا زيدو. وحقيقي نورت مصر ونورت مسبير ونورت القناة الأولى. وان شاء الله يبقى لنا لقاءات تانية. وأحلى حاجة فعلا نقدر نختم بيها. العمر مش مضمون. مش بس نعيش عمرنا عشان إحنا بعد كده مش نعرف نعيش تاني. إحنا حتى مش ضمنين بكرة الصبح يطلع علينا نهار. فحقيقي يعني اللي ضيع عمر كتير واسنين كتير في الزعل والمشاكل والخناء. هيفهم الكلام اللي إحنا بنقوله ده. لأن بيزعل بعد كده إيه ده؟ يا واحنا ضيعنا السنينتي كلها في المشاكل والعياط والخناء. خلاص اطول صفحة اللي فاتت وزي ما قال زيد إن في أحياني علاقات هي طبعتها كده. أنا مش هفضل لاشكي طول عمري هو ليه عمل فيها كده؟ طب ولا عشرة طب ولا عشو الملح. طب ده أنا عملتله تفضلي طول عمريك بتشتكي تشتكي تشتكي. وفي الآخر هو خلص هو راح شاف حياته ومشي خلاص. وشاهدينا أشوفكم الحلقة الجاية على خير إن شاء الله ونهارده كلام نتكلم على الحدود. ما بيننا وما بين الناس اللي في حياتنا عموما ما بين جوزي ما بين ولادي ما بين صحابي في الشغل ما بين قريبي الحدود. الحدود مهمة جدا جدا عشان أنا أعرف عيش حياتي بأمن وسلام. أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله وكنت معاكم إيمان مختار ودائما بكون معاكم كل يوم 2 ساعة 7 يحكى أنا على شاشة القناة الأولى. شكرا لكم مشاهدين.